دكتور أنتون سعد موجود معنا اليوم اختصاصي بعلم السلوك الدماغي اختر لنا دكتور سعد موضوع من وحي الأعياد المبارك أهلا وسهلا فيك شكرا كاتي أهلا فيك وينعاد عليك المسيح قام حقا قام تهدل شو بدك نخبرنا اليوم الموضوع يلي حبينا نحكي فيه اليوم عن العجيبة والأيامة وكل هالأحداث يلي بتصير بحياتنا وشوي منستغرب أو ما منفهمها أو منسميها أو منعطيها تسميات معينة أو منصدقها أو ما منصدقها أو منقبلها أو منرفضها يعني تفكيرنا وحياتنا مرتبطة بنوع النظرة يلي عنا إياها خليني بلش لأنه بهالفترة الأعياد صاحب العيد يسوع الناصري كيف أنا بنظر لهالإنسان والصورة يلي عندي إياها بصملة ثلاث مشاهد أول مشهد هو مشهد التاريخ يسوع الناصري التاريخ يلي مكتوب عنه بالتاريخ تاني مشهد هو يسوع الناصري الدياني الرجال الدين الدياني يلي قتت من بعده تالت مشهد يسوع الناصري الإنسان الإنسان وابن الإنسان والتجربة الإنسانية الخاصة لكل إنسان تفاعل مع ما عرفته بيسوع الناصري هؤلاء ثلاث مقاربات بدي أحكي عنهم وتأثيرهم كيف نحن كبشر على مستوى الجسد أنا كطبيب بدي أحكي مثل ما العلم وصلني مع أنه ناقص ونحن بدنا نكفيه الوعينا تبعنا بيكفي المعرفة العلمية ما لازم نكتفي باللي وصلنا بالدرس أو بالكتب أو بالجامعات إذا بدي روح أقرأ الجسد بمرحلة أولى ومرحلة تانية لحقرأ البعد الروحي أو الوعي الوعي الكنشسنس يعني يلي نحن منا موجودين بدونا إنسان غيب عن الوعي إنسان وجوده شبه شبه معدوم ما قلت معدوم قلت شبه معدوم يعني شخص بيكوما في جسد موجود بعده عم يشتغل على مستوى الأعضاء بس هؤلاء الأعضاء ما عم يشتغلوا كما يجب نحن نعرف تكوين الإنسان بشكل كتير كتير رائع معقد ومزهل ومع الأسف ما نعرف نحن المعرف الحقيقي طبع عمل جسم الإنسان يلي منعتبره هو المكون الأساسي تبعنا علما إنه نحن كائن بشري كائن بشري شو يعني يعني البداية مش بشر كائني كائن بشري يعني البداية هي كينوني من عند الكائن الذي لا بداية له ولا نهاية له وبينتج عنها الكينوني جانب آخر بشري يلي هلأ عم بشوفه المشاهدين طبع الام تي في وانتي عم بشوفه فيي وانا عم بشوفه فيك طب هول البعدين واحد بشري لحبلش فيه لأوصل على الكين البشري بتلاقي إذا بتطلع جسمك بيشتغل بطريقة مذهلة كاتيا مخيفة يعني نحن بنتعلم بالطب إنه والله الأمراض وما الأمراض لازم نعرف قبل كيف بيشتغل الجسم بالصحة بالصحة الجيدة وكيف يعني اللي هكتر لكيها بكلمتان هو أعجوب بحد ذاته هو أعجوب بحد ذاته هلطيها بتمك شو هي الأعجوبة لحشرح لكيها من كلمتان تناغم وتوازن تناغم وتوازن يعني بلنس وكوهيرنس هولي اتنين عم يشتغلوا سوى يعني الأرمونات عم تشتغل تطلع بمرحلة معينة بزي مرحلة معينة القلب عم يشتغل بيدرب بيفتح بيرتخي برجع بيقبض برجع بيرتخي كل شي فينا كل شي فينا النفس عم يتحرك شهيء زفير شهيء زفير كل الأنشطة الحيوية فينا بتشتغل بنظام معين في معاكس لبعضه يعني بداخل بتخرج بقبض برخي أرمونات بتطلع بتنزل هاتيكي مثال بسيط هادي منسميها بالطب هوميوستيس يعني هوميوستيس يعني هال هال توازن المتحرك توازن بس متحرك يعني بيعلى ضغط بجاء بنزل لحال ومين نزلوا بنائم بالليل برجعبوه على الصبح مين وعيني الصبح ما بنسى اتنفس أنا ونايم فيه اوتوماتيزم بدماغي بجزع الدماغ هو اللي بيخليني اتنفس حتى لو أنا مش واعي طيب هولي كلهم عم يشتغلوا تخيلي انه افراز مادة معينة اسمها كورتيزول تفرزها الغد فوق الكلوة هايدي اذا ما انفرزت بشكل مناسب الصبح بتاع لها بنهار وعشية بتخف لا قدر نام بيقشط ضغطك وبيقشط السكر تبعيك وبتموت اذا كانت ما بتفرز بشكل كافي واذا فرزك بشكل كتير بيقشط جهاز المناعة عندك خاصة ما ستكون تحت سترس بيقشط جهاز المناعة عندك وانت بتصير معرضة لكل الامراض سرطان اوتو ايميون امراض المناعية بتهاجمك وكل الامراض يلي المزمنة ضغط العالي السكري الاخير كل هوا الامراض نحن بيشتغلوا فينا طيب طيب كيف فينا انه ما يصيروا معنا هل هي تورة عجيبة ايه عجيبة لانه الخالق حط بكل انسان عمل توازن وتناغم متحرك لحتى يضلوا جهاز المناعة والجهاز العصبي مع الدماغ والقلب جهاز المناعة الجهاز العصبي مع الدماغ والقلب يشتغلوا بشكل متوازن ما يزيدوا عن الزوم ولا ينقصوا اقل من المفروض لحتى تضلك انت بحالة شفاء هم نسميها شفاء عجائبة مش بس لما شخص بيمرض وبيشفى بشكل غير مفسر علميا معناتها انه هي عجيبة العجيبة عم بتصير بحياتنا كل لحظة عجيبة انك هلأ قاعدة على الكرسي وعجيبة انك بعد شوي لحتقوم من الكرسي وما يقشوا الضغطك والدوخة وتقلب بالأرض لانه في جهاز عصبي عم يشتغل بشكل انه يخليك يرجع يعمل قبض للشريين مشين يطلع الدم بشكل كافي على الدماغ وما يخف عن الدماغ حتى تدوخة وتقلب بالأرض يعني عم بشرح لي كيف فيه نظام أرموني على مستوى الغد الغد الفوق الكلوي والنظام الأرموني بنسميه R.A.A.S هيدا رينين أنجوتنسن ألدوستيرون سيستم هيدا نظام هرموني عم يشتغل دوما انت تعمل شي ايش فيه ونظام تاني H.P.A بنسميه هايبوتالمس بتويتري قدرين كمان من فوق لتحت كمان هيدا عم يشتغل لحتى ينظم بشكل أركسترا عمل الأرمونيات كلها طيب إذا هون عم يشتغل وأنا ما معي خبر ما عملتشي هل يا تورا هاي مش عجيبة نقطة كتير مهمة هلأ البرد إذا إنسان بلش يمرض أول شي ما بحس إنه عم يمرض بعدين هو عم يمرض شوي و شوي بيبلشوا العوارد قبل ما يصير المرض بيصير فيه عوارد وهول العوارد إذا ما انتبه لون الواحد ودخل لا يعرف قبل ما يصير المرض متكامل ما ما بيلحق بيصير متطور المرض عنده طيب كيف أنا بدي أعمل لحتى لأنه فيه احتمال إذا لحقته قبل بوقت إني أرجع أشفى بعدين بأول الطريق إذا ما قدرت لحقه بيتطور لدرجة إنه ما بقفيني أرجع على طبيعتي الصحية العادية طيب بس هيدا لا يعني إنه حتى لو اتطور المرض إنه مش ممكن يرجع يشفى الإنسان بشكل كامل إذا اللهم صار في عنده بحياته قدرة قدرة فيها تكون تواصل بينه وبين الخالق أو أو تفسير آخر نحن كبشر ما عن نية بس فيه تواصل مفروض يصير أنا بسميه مثل إنسان عم يتنفس بيطلع الهواء بفوت وهي دي لحالة بتنظم لي كل العلامات الحياة تبعك يعني القلب ودماغ بيتفاعلوا مع بعضهم أحسن لما النفس بيكون عميق وبطيق كلمة تبطئ النفس يعني إذا تنفسي خمس مرات بدقيقة وبنفس بطيق وعميق بتعملي توازن بين المشاعر والأفكار إذا شرحنا شوي الهورمونات والجسم القلب لما بيكون فيه مشاعر بدماغ بالقلب وفيه أفكار بدماغ بالقلب هؤل اتنين بيلعب ودوار أساسية اللي هني بعد الغريزة والجسم هني المرحلية اللي بتوصلنا بالروح والوعي عند الخالق إذا هؤل اتنين المشاعر درتها بشكل جيد يعني حولت السلبي للإيجابة عمستوى المشاعر قادر أنا يكون عندي إيجابية تفاقل نظرة يعني نظرة حب نظرة فرح مش نظرة أحباط وحزن وكئابة وزعل ونفس الوقت الدماغ شلت الأفكار السلبية فيه والأفكار المحبطة فيه الأفكار الخطأ وصار عندي أفكار مناسبة أكتر صار فيه تناغم بين هؤلين هؤلين قادر أنا بتحويل وطي سيطرتي عليهم أطلع لقدر تحفز الدماغين لقدرنا قلبين ودماغين الأول لستسألون ماذا يحدث به اي ماذا اتنين باتنين لأن اليمين بالقلب والدماغ اليمين يتواصلون مع الخالق القلب الشمال والدماغ الشمال يتواصلون مع الجسم والأرض يعني يتتبعون العالم الدنيوي الزمني المال اليمين لا يوجد مبارح وحلي سيكون الآن وتواصل مع الخالق عبر الوعي عبر الكرياتيفيتي الخلق قدرة الخلق بتتواصل مع الخالق هالييمين هي اللي بتتنفسي بتعافي دورة الدم دورة اليمين طبع قلب اليمين هي اللي بتطلعك دم لتأخذ أكسجين من الهوى بتأخذ أكسجين لتتغير بتبعت CO2 وتفوت الأكسجين هايدي مع الخالق بشانك نقول الروح الله فينا لأن نحنا النفس تبعنا هو اللي بخلينا نكون قائد الحياة كنا نقول دايما لما بوقف واحد يتنفس بيموت لأنه هايدي الطاقة طاقة الحياة عند الله هي الطاقة وعند الإنسان هي التنفس هالي اتنين إذا اشتغلوا بشكل متناغم بفهم أنه ما هو للأرض مالت الشمال للقلب والدماغ لح يروح يجي نهار لح موت أنا وبالتالي مرح يعود جسمي إلو دور وأهمية مالت اليمين هي الروح هي الوعي هي اللي حتستمر ولح تطلع بالجسم ما عنده مشكلة إنه يروح الجسم هالي اتنين جدا عملهم مهم بس نحنا منركز أكتر على الجسم ومش ناسين إنه الجسم والروح أو الوعي والخالق هي وجهان لعملة واحدة موجودة فينا مننسى واحدة على حساب واحدة تانية هاي كتير نقطة مهمة ما مننتبه لها وما منعرف نفعلها بحياتنا وهذا التوازن وهذا التوازن يلي هو الشفاء الزاتي على مستوى العلم يلي لا العلماء بدهم يتقبلوه بشكل هين مع أنه هلأ كل البراهين عم تبين ولا رجال الدين أو ما يدعون معرفة الدين إنه بيقبلوه مع أنه العجيبة هي القاسم المشترك بين العلم والدين يعني بالنهية مهما اكتشفنا أشياء ومهما العلم اتطور بالنهية عم يكتشف ما خلاقه الله هذا كل شي عم يعمل كل هذه القدرية اللي عنا يهوي اكتشاف لكيف الله خلقنا وكيف هالإنسان بيمشي وكيف هالكون عم يمشي مع الأسف يا كاتيا الدين مضيع وقت الطريق من خلال بعض الأشخاص والعلم كمان مضيع لازم اتنين يلتقوا على الطريق وحدة لأنه ما في شيء إلا الوعي بهذا الدنيا جسمنا رايح يوم من الأيام يمكن هلأ تكون آخر مرة بطلع معي إذا جيت يحضرتي دفني بعد كم يوم بس بكل أحوال الزكرة الوحيدة يا البذكرية هي الوعي اللي كل واحد مننا مسؤول إنه ينشروا حواليه هلأ وبكل أيام السنة مش بس على الأعيان دكتور سعد نتمنى لك كل الصحة وينعاد عليك كل سنة بيه نجاح أكتر شكرا لألك ولو وجودك معنا وفي هلأ ونرجع من تابعه لايف شكرا للمشاهدة